بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى أليه وصحبه الطيبين ما شاء الله الحجمة السنة النبوية وكثير الناس ولو تتعلمها وبغينا نوقف على عناصر أساسية أولا الحجمة تتجي تتفرق كثير من مشاكل اللي كناف القنوات الدموية وبالخصوص في الشعيرات الأخيرة اللي تتكون في طبقات الجلدية والقنارة صنع لأنه هذا النوع من الشعيرات متئ التروش بواحد شكل اللي ممكن تخلعوا علاش الناس يأخذوا سانتخون أو تأخذوا دي ساسبيجيك أو تأخذوا دي برودي اللي تجري الدم وممكن تخافوا الناس يدروا حجمة تقولوا ما تخافوش لأننا تنشتغلوا فقط على الطبقات الخارجية من جهة من جهة ثانية القنارة صنعنا الحجمة تدخل قنوات الدموية بالخصوص مني تلقوا فيها دي بوشان دونك تكون الدم تتكور و تتربع أو الدم تتتركم أو الدم تبدأ تضعف القناوات الدموية و لقنا رأسنا على أنه تبدو تنفرغوا القناوات الشعيرات الأخيرة دي الدورة الدموية و لقنا رأسنا متنفرغوهم تنحروا الدورة الدموية و تنخلوا الدم تيوصل إلى كثير من المناطق اللي احنا تنقولوا علاش عدنا لعياف الرأس علاش عدنا شقيقة علاش عدنا محيط بالنسبة لكثير من الحالات الاختخوز أو دي الاغني أو دي ال مشاكل دي الوكانال كاربيا أو التهاب دي المفاصيل منيشتغلنا على الحجامة لقينا الدم اللي كان محبوس بشدوز لهذه المناطق هذه منيح حررناه و وحيدنا الحواجز وحيدنا كل حاجة اللي تتمنع باش الدم يوصل لكثير من هذه المناطق الدم بدأت يتدفق بشكل صحيح تنسميه بلا رياريغاسيون الدم تبدأت يسقي من جداو جديد داك المناطق ما معنى الكلام يعني الدم مني تحبس مني تبقىش يوصل لد المناطق تنحسو على داك المناطق فيها التعاب والعياف ولكن مني الدم متنحيدو الحواجز عن طريق الحجامة لقينا الدم تتدفق من جداو جديد ما معنى من جداو جديد إمبون أوكسيجينا لقينا على أنه الدم داك البلاسة ولا تتغدى بشكل صحيح حيث القنوات الدموية تيوصل لنا تغدية إلى كل نقاط من نقاط الجسم لقينا رسنا لأنه الأوامر ديال الدماغ والأوامر اللي خصت تتوصل لكل جزء من الجسم تتوصل فالجسم تتفعل كذلك الجانب الهورموني كثير الناس مني كان عندهم مشكل في الجهاز التناسولي رجل أو امرأة أو مشكل على صعيد هذا المنطقة هذه القنوات الجانب الهورموني ماتيش بشكل صحيح من يدرنا الحجامة الدم الدفاق بشكل صحيح ودك المناطق الجاوبات إما مشكل ديال ليبوفيز مشاكل نشاط الهورموني أو المشاكل ديال الدورة الدموية عند النساء وتحرّت الدورة الدموية من كثير من دك القيود والعياءات والخنق كذلك القنوات كثير من الحالات ديال الكلي كثير من الحالات ديال العمود الفقري في الريماتيزم كثير من الحالات اللي عندها علاقة مع مالو بخوبلان ديالساندروم ديالك أخبيان متنحجمو فات الأماكن القينا رسنا على أننا ممكن نحققو دورة الدموية النشيطة إن بون أكسيجيناسيان تواصل هورموني تواصل عصبي تواصل في التغذية والجسم تلقى رحة ديالو بشكل متميز لاحظنا إذن أن الحجمة تخسى الدار ولكن هذا العضل هو القنوات الدموية ثم الجسم ديالنا اللي هو بغينا نحقو فيه العلاج باش نقدر نحصل على النتيجة الجيدة لاحظنا أنه الحجمة خسدت بشروط فممكنش واحد عنده فقر الدم هو واحد كيف في قوة الدورة الدموية والنشطة وقد ندلو الحجمة فلابد نحترم هذا الجانب ليس فقط مشكل ديال كورية الحمراء اللي تيكونوا نقصين والصعيب أنه يجددهم فاقص نشوفوا كل العناصب لجديد عمليات الدم وكورية الحمراء باش يخرجهم فقر الدم إذا ممكنش تدلو الحجمة كذلك سنتبه تللي بلاكت الصفائح ثم تلقى الناس عندهم نزلة خصوص لكت نزلة بواحد بواحد الشكل كبير وقل من 100 قل من 100 ألف أنه تنمع الحجمة إذا احتل لكت نزلة بـ 10% قل من 150 ألف إذن اختلابوا تنحضيوا من دلو لوج حجمة لأنه البلاكت تلقوا رسنا على أنه كي المشكل في إعادة بناءهم واللقوا في الدورة دي مشكل صحيح إذن سنتبه دي من التحالي ثانيا لقنا رسنا على أنه الناس يكون عندهم مشاكل دي الحساسية ولكن الحساسية سنشوفه واش حساسية تتعادي والحساسية متتعادي بحل مجموعة من الإكزيمات إذن فتنصحوا الناس متيدروا حجمة متيدروا تحترموا الشروط المطلوبة يستعملوا كؤوس غير يستعملهم يكملهم يلوحهم ومن الأفضل يتهرسوا وعادي يداروا مع شوية بعض المواد بحل المرجان ونحاولو اللحوهم في ميكات مقفولين ونحاولو في أماكي معلومة باش ملوتوش البيئة وننخليوش أحد أخر يقصهم بخصوص إلا كانت بحل كل الناس اللي عندهم السل كل الناس اللي عندهم غير يحفظ أمر جيل ديها معدية كل اللي عندهم مشاكل ديال السيدة اللي يحفظ وحنا متنصحوش بالحجمة باش ميكوش باش منعادي مش لأن الحل كافي ولكن كين شو عتي تدير الحجمة فيخذوا الاحتياطات اللازمة والكسان يتلاحوا كين عندهم سرطانات سرطانات غير معدية فقط أنه إنسان يتبر من سرطان كل حجمة يبدل الكسان ديره كل حجمة يبدل الكسان ديره في أمان الله كين حقا سرطانات ما تنصحوش بالحجمة بحل الكبد هناك مشاكل ولكن مجمع سرطانات أخرى الناس يلوحوا الكسان لاحظنا وأكدنا الشيء التالي المرأة مدام حامل مملو الحجمة علش مملو الحجمة لأن جسمها محتاج إلى قوة كتير جدا وعندها عندها مولود صغير التي تحتم بإهتمام فالجهود كله تحتم توفره للمولود المولود المولود الحجمة 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 يمكن تدار كل 30 يوم خصوص في الحالات المرضية ولكن في الاستعجالات نحن توقف نجد الليل وخد رتي غير البارح يسا تلوط رجله أو قلوة موائيانة تنضير حجمة بخصوص كان الناس عندهم ديزنطس ما للكورة أو كنف ماتش مهم وتلوط ركبه أو شيء فالحين تنضير الحجام لأن القدرة على ترد داك الليماتوم أو داك الدم التي تجمع في المكان تنضير وتنشط الدورة الدموية وتنعود نطرق إلى أخرى في العمل كان الناس التي تدير حجمة كل أسبوع وممكن تلجو مرات في الأسبوع خمسة سبعات تسعود المرات النصيحة لبعض الناس التي تحجم تنقول هل تلعب حيث الناس عن طريق هذه الواتيرة المتسارعة التي تدير كل أسبوع مدة خمس أسابيع متابعة تصاب بفقر الدم وبعياءات والكبيت هي كل حساب علش حي تكلفنا كتر من اللازم نريد أن نفعل عملية الحجمة ونعرف كيف الجسم عنده قدرة على البناء وأول شيء نتم به بعد عملية الحجمة هو قدرة الجسم أنه يطلع عليه دم جديد ودم قوي متميز مزيلا؟ إذن فلعب بدون قواعد عمل والناس مثلا نعطيهم فرصة تبدو تتصرفوا من رأسهم ظهر لي حرام عليكم حيث تتمحنوا المريض ومتى تتعطوه فرصة في أنه يتقوى نحن بغينا الحجمة لرفع المناعة وطرد الأمراض أما من الناس تدروا حجمة من بعد الحمل شهرين ثلاث شهور أو في السنة السنة الأولى من بعد الكوشبة أو الناس اللي عندهم فقر الدم أو عندهم اللي بلاكيت نازلين وتدروا حجمة دالتا نعتبر هذا ما كيش مسؤولية علمية ولا مسؤولية إنسانية ولا مسؤولية أخلاقية فلا بد نحترموا التحاليل ونشوفها ونحترموا الإنسان والقدرة على جسم والبناء ونحن لا نزل نحن نزل نزل أسلوب الحجمة التنقية مرحبا تنشيط المناعة مرحبا الضبط الالتهابات مرحبا القدرة على إنشاء قنوات شعيرات جديدة على المكان باش الدم يتدفق الدم جديد وقوي مرحبا أما من دون استعملوا أساليب غير مبرمجة بمقاييس غير مضبوطة هذا أعتبره مشكل فبالأحرى الناس اللي عندهم فقر الدم أعتدر أقول لهم حجر ما يدر ومن بعد هتأت قوة وأخاهم يتعلموا يشربوا كل وجبة غداء أو وجبة عشاء أو وجبة إفطاء هذه كلها تتهرس إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة